اشتركوا في القناة يوم الثلاثاء القمر لأنه بدأ ينتقل لبرج الميزان الآن القمر موجود في برج العذراء في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يمكث فيها القمر لغاية ساعة 4 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الثلاثاء اللي هي مرحى فترة انتقال القمر لبرج الميزان فعشان هيك بنتقل برضو لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر الآن موجود في برج العذراء لغاية ساعة الصباح زي ما حكينا صباح الثلاثاء فمنعود الآن يعني منظل على طبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب ومنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها ونجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أنه أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود من الآن لغاية ساعات الصباح وهذه الفترة أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين أو شرب الكحول وبوسعنا اقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا القمر زي ما حكينا في خلوه مسار ولكن قبل خلوه المسار لأنه الآن في تأثير لزاوية إيجابية هي زاوية تفليث إيجابية بين القمر وبين البلوت وهذه تستمر الزاوية لغاية ساعات الصباح فلازم نذكرها يعني من الآن موعد بث الحلقة التي هي عند المغرب لغاية ساعات الصباح تأثير هذه الزاوية هي ذروتها ساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوه المسار يعني خلوه المسار للقمر رح يبدأ ساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الليل الاثنين ورح يستمر هذا خلوه المسار لغاية الساعة أربع وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عاقدة أو خطوبة أو زواج أو شراشة ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار وبرضو في زاوية رح تتشكل تقريبا عند منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ذكرناها يوم أمس هي زاوية السلبية اللي هي الاقتران بين المريخ وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها قوية والزاوية هاي رح تضل تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثمانية بيكون عندنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعانفين وبسببنا شقاقات عاطفية أو لدى البعض والبعض برضو بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين ضعف وعدم القدرة وبالدل برضو على احتمال وقوع حوادث مفاجهة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو أحداث على السك الحديث زلازل عواصف ممكن يصير فيه نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو اعتقال أحد قادي أو أحد القادي الكبار أو ممكن نشهد بعض المظاهرات أو الإضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها من الزوايا البطيئة هي زاوية تسليس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة ثمانية طبعا ذروتها يوم ثلاثة ثمانية تأثيراتها لغاية يوم ستة ثمانية بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسليس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثمانية ذروتها صارت يوم واحد وثلاثين سبعة تدفع بحضوضنا هاي الزاوية بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة طبعا في زاوية أخرى بطيئة ولكن هاي زاوية اللي نذكرها طالما أنه ما إلها ذروة في خلال هاي الفترة زاوية التسليس الإيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية اثنين تسعة أي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة ممكن أنها تدعم من وضعنا الحالي أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل طبعا ذكرنا أنه فيه خلوم مسار والقمر والانتقال راح يكون للقمر لبرج الميزان الساعة أربع وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيش وهذا بيعني أنه لما القمر بيصير في الميزان فبتصير هاي فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر من كونه اجتماعي أكثر من ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا اللي رأت تتشكل اليوم الاثنين طبعا أول زاوية هي زاوية بطيئة دروتها اليوم زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي دروتها زي ما حكينا اليوم ساعة 12 و24 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج ولكن هاي زاوية مستمرة لغاية يوم 4-8 فعشان هيك هاي زاوية تأثيرات الإيجابية أنه بتتهيئ الفرصة للبدء بإعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كمان بتصير شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا تأثير هاي الزاوية من ساعات ما قبل الظهر لغاية ساعات ما بعد منتصف لليل يوم الاثنين الأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم طبعا من الآن ولغاية صباح يوم الثلاثاء البنكرياس والعمعاء الدقيقة الأعور القلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين ولكن في ساعات الصباح بتصير الأعضاء الأكثر حساسية الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية عشان هيك هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم لازم ننتبه بشكل كبير لإلها إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي إنه نجري فحصات لهاي الأمور نبعد عن العمليات الجراحية اللي بتتعلق بهاي الأعضاء طبعا بما إنه العيون ذكرناها فما زال جو لا يسمح لعمليات التجميل للجفون أو للعيون إلا إذا كانت الطرارية والجلد كعضو لللمس يعني شوي اللي بدهم يعالجوا البشرة أو الجلد عندهم خلال هذا اليوم يعني أو خلال اليومين القادمات يكونوا حذرين جدا من المواد اللي بيستخدموها إلى معالجة البشرة أو تبيض البشرة أو تقشير البشرة أو هاي الأمور فممكن يصير عندهم بعض الحساسية أما بالنسبة لعمليات التجميل الأخرى فما فيها أي مشاكل والعمليات الجراحية الأخرى ما فيها أي مشاكل لا يصلح بس هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الميزان فخلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس أربعة ثمانية رح يبدأ في تمام الساعة ستة وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة أحداعش وستة وأربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الهلال لجديد عمره خمس أيام في تمام ساعة سبعة وخمستاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره ستة أيام نسبة الإضاءة ثلاثة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا هي سعيدة الآن بنسبة خمس واربعين في المية ولكن في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى نسبة ستين في المية القمر في العذرة وبديونتقل الميزان في ساعات الصباح ورح يمكت بالميزان حتى يوم أربعة ثمانية طبعا هو منتحس الآن بنسبة أربعين في المية في ساعات الظهر بتنزل نسبة النحوسة لها عشرة في المية وبتكمل لآخر النهر عطارد في الأسد حتى يوم 4-8 طبعا هو منتحس بنسبة 60% ولكن في ساعات الصباح بتنزل نسبة النحوسة إلى 40% الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 سعيد بنسبة 70% المريخ في الثور حتى يوم 20-8 هو الآن منتحس بنسبة 50% ولكن في ساعات العصر تقريبا بصير منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجح حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% وزحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% ورنس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه من الآن لغاية ساعات صباح القمر ما زال موجود في بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بتكو تتهيأوا أن العمل ما زال ضاغط والصحة شوي بحاجة للمتابعة والمراقبة ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد لغاية ساعات الصباح وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وبرضو لازم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم اليوم والأيام القادمة لأنه القمر رح يدخل مقابلكم فعشان هيك طاقتكم بتكون ضعيفة من ساعات الصباح طبعا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر رح يصير مقابلكم تماما فزي ما حكينا لما بصير مقابل بعطي إيجابية وبعطي سلبية فعشان هيك الجيد فيه إنه بترغبوا في تعزيز الشراكة والمصالحة ما بين الشركاء والأزواج اللي بينهم بعض الخلافات أو اتفاق الشركاء على عمل مشترك ما بينهم الأمور شوي ممكن تكون ضاغطة بالفترة هاي لأنه القمر منتحس فعشان هيك بتكون تنتبهوا من الجدال من الانتقاد سوى التفاهم العصبية والحدية لأنه أي أمر ممكن أنه يستفزك خلال هذا اليوم والمشاكل مش لصالحك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الخامس وهذا شيء جميل بالنسبة للكم ما زال موجود لغاية ساعات الصباح صباح اليوم الثلاثاء فمن الآن لغاية ساعات الصباح بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم أو بيمكانكوا إيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بالأحباء ولكن عشان في فترة خلو مسار ديروا بالكم من سوى تفاهم أو حدية أو تحاول تتحكم بالحبيب خلال اليوم هذا ما تحاول تفرض رأيك أو تنتقد وخصوصا الأحباء كعاطفة أو غراميات أو الأبناء في نفس اللحظة حاول تكون مرن جيدة لممارسة هواية عمل أي شيء له علاقة بالترفيه ولكن زي ما حكينا ما تعتمد كثير على الحضوض أما في ساعات الصباح صباح يوم الثلاثة بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم فبتجدوا أنه الواجبات بدأت تتزامن صار عندك أكثر من عمل في نفس الوقت فبتحتاج لوقت طويل لإنجاز أعمالك خلال هذا اليوم أو ممكن تجد صعوبة في إنجاز هاي الأعمال وبرضو في نفس اللحظة بدك تراقب صحتك بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع لعلكم فعشان هيك بتظل الأمور البيتية من الآن لغاية ساعات الصباحية اللي بتشغل في كتركم الاهتمام بالبيت والعائلة والأمور العائلية والترتيبات والتصليحات الاهتمامات هاي هي أكثر شيء بيشغل فكركم خلال هذا الساعات يعني من الآن لغاية ساعات الصباح بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدكوا تنتبهوا ممكن تظهر بعض المصاريف الطارئة أو الدفع أو الالتزامات المالية فعشان هيك بدكوا تنتبهوا من المصاريف العائلية أو بعض الأمور العلاجية الطارئة اللي بتتعلق بأحد أفراد العائلة أما بين ساعات الصباح فالأجواء رح تتغير بشكل كامل لأنه القمر رح ينتقل للبيت الخامس لإلكم فهو أنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم متفاهم معهم الأجواء عاطفية بشكل قوي جدا إما التقرب من الأحباء أو الأبناء أو مناسبة أو احتفال أو أمور إلها علاقة برضو بتر فيه ممارسة هواية الأمور إلها علاقة بالتجميل الأجواء جيدة بشكل كبير ولكن زي ما حكينا حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم لأنه ممكن يصير فيه سوء تفاهم هيك وبعض المشاحنات ما في داعي لإلها عشان الفترة هاي تمضي عخير وفي نفس اللحظة تستفيد من مكاسبها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ما زل نشاط موجود لغاية ساعات الصباح حركة اتصالات حوارات نقاشات بتحاول تجمع بعض المعلومات أو بعض الأخبار عن بعض الأشياء أو المواضيع فجيد ولكن قدرتك على الإقناع برضو ممتاز وسرعة البديهة عندك عالية جدا ما زالت الأجواء جيد لتقديم امتحان ولكن لا تعتمدوا على الحضوض كثير وأثناء تنقلاتهم بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء تنقلات أو قيادة السيارة أو أثناء الحركة حتى وممكن يصير بعض الإصابات في ساعات صباح اليوم الثلاثاء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبرضو بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة في حدث عائلي أو موضوع عائلي أو حتى اجتماع عائلي أو اتصالات عائلية ممكن تظهر على الساحة اليوم حاول أنك تحلها بمنطق بدون عصبية بدون ردات فعل يعني حاول إيجاد التسويات اللي بتحمي حقوقك بدون ما تعصب وتفرض سلطتك ابعد عن الانتقاد قدر الإمكان برضو ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات أو التسوق لها بيت منزل والفترة هاي جيدة لاستئجار بيت اللي بدهم يستأجروا بيت أو بيبيعوا عقار أو يشتروا عقار فهاي فترة ممتازة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيتكم الثاني بيت الأموال فهاي الفترة بتظل فيها بعض الفرص من الآن لغاية ساعات الصباح اللي إليها علاقة بالمكاسب المالية والأرباح اللي بتيجي من هبات دعم هدايا أشياء من هذا القبيل أو من عمل إضافي ولكن بدكوا تنتبهوا أنه اليوم رح تزيد رغبتكم في صرف الفلوس أكثر فبدكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع من الآن لغاية ساعات الصباح وتحرصوا على مالكم من الضياع أو الصرقاء أو المصاريف الزائدة لأنه عندكم رغبة عالية جدا بالتسوق أو المشتريات خلال هذا اليوم ممكن تناقشوا موضوع مالي أو تحاولوا تجدوا حل لموضوع أو أزمة مالية طبعا في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوا في السفر والاتصالات الحوارات النقاشات بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر نشاطات على حسب حق الإختصاص يعني على حسب طبيعتك إذا في البيت تفتح ورشات في البيت وبتصير تشتغل في البيت أو ستات البيوت اللي برى البيوت بمجالاتهم بالتواصل والاتصال والأمور هاي اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات أو عندهم هواية في هاي الأمور بتصير عندهم رغبة لشراء أجهزة إلكترونية تليفونات وصيانة سيارات والأمور من هذا القبيل يعني على حسب حق الإختصاصك اليوم نشاطاتك ولكن إجمالا عندك طاقة عالية جدا وأمورك العاطفية أيضا ممتازة برج العذرة بالنسبة لأموليد برج العذرة طبعا ما زالت ثقة عالية جدا بالنفس انت اليوم مشحون بطاقة أعلى وقوية جدا ولكن حسسيتك عالية وممكن تتصرف بعض التصرفات اللي تحس أنك أنت تصرعت فيها ولكن بوقت متأخر أو ما كان لازم تصرفت بهذا الأسلوب لازم بأسلوب آخر بدك تنتبه من هاي النقطة ما تتخذ قرارات سريعة راجع حالك أكثر من مرة وخصوصا من الآن لغاية ساعات الصباح شوية ممكن تتوسوس من بعض الأمور أو صيبك بعض القلق أو يعني تنزعج من مسأل ما بتمضي يعني تنشها لغاية ساعات الصباح بتجد أنه الأمور انحلت في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل لبيت المال فهنا بتعيده ضبط ميزانيتكم في بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم من عمل إضافي مستردات بات أو نوع من أنواع الدعم أو حل مسألة مالية معينة أو طرح موضوع مالي بتحاول تجد له حلول أهم إشي إنك لا تبالغ بمصاريفك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لبعض الأمور المالية أو الاستشفائية خلال هذا النهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال جو ضاغط لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات صباح اليوم الثلاثة فعشان هيك بتظل الجو بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر التعب عليكم تفكر في إلغاء بعض الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء يعني حاول أنك برضو تحمي نفسك من المحتالين أو أشخاص بيتآمروا عليك بالخفاء شوي هيك الأجواء بتبلش تتحسن مع ساعات الصباح فلو شعرت بنوع من أنواع الإحباط أو التقلب بالمزاج ما تخليهم يسيطروا عليك ولا الوسوس في ساعات الصباح كل الأجواء تتغير تماما لأن القمر رح يصير موجود عندك بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك ورح تنقلب جميع المعطيات لصالحك من تلقاء ذاتها فعشان هيك حاول أنك تمضي هذه الساعات بنوع من أنواع الروتين في ساعات الصباح أكيد رح يصير في تغييرات قوية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا النشاط ما زال موجود على مستوى الأصدقاء والمناسبات الاتصالات الحوارات اللقاءات رغبات اجتماعية وعلاقات اجتماعية ولكن طاقتكم بلشت تنزل يعني بلش فيه نوع من أنواع الضعب في الطاقة أو الحيوية لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب طبعا هذا الشيء رح تشعروا فيه في ساعات الصباح بشكل أكبر فعشان هيك من ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا أنك ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحض حاولوا أنك تحلوا الأمور بهدوء بتعدوا عن الأضواء لا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحذروا من البلبلة والالتباس لأنه الجو زي ما حكينا دائما لما القمر بوصل لبيت المتاعب اللي هو البرج اللي قبلك أو قبل أي برج دائما بيكون في ضغط وفي نقص بالحيوية فعشان هيك عادي جدا بدك تكون محية لكل الأمور أصبر لك يومين وربع وبعديها الأجواء كلها بتتغير وتصير عندك طاقة أحسن برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل والفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا زي ما حكينا بتعزيز العلاقة مع رؤسائهم أو مع علاقات اجتماعية من الطبقة المخملية يعني الأجواء ما زالت داعمة ببعض الأمور اللي لازم تستفيدوا منها حاولوا أنكم ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم من الآن لغاية ساعات الصباح بتزيد المغريات أكثر والعصبية اللي ممكن تخليك تنفعل أو تعصب أو تخالف القوانين فبدك تضبط أعصابك بشكل كامل اللي ما تتهور في آخر ساعات من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تصير أجواء اجتماعية ممكن تلتقوا أصدقاء أو معارف أو تلجأوا لبعض الأصدقاء لحل بعض الأمور تقدروا تبادروا للملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء منهما تستسلموا بل كرروا المحاولات خلال هذا النهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ما زال النشاط عالي جدا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب حوارات ونقاشات وحقوق وقضايا وهذه الأمور كلها هي الظاهرة على الساحة حتى اللي عنده امتحان من الآن لغاية ساعات الصباح الأجوة جيدة ولكن لا تعتمدوا كثير على الحظ لأنه فترة خلوم مسار بحاجة للتركيز بشكل جيد عندك طاقة عالي جدا وحماسة بيتركوا أجمل الانطباعات عنك أحيويتك عالي جدا فترة إيجابية يعني بتظل حتى لو في خلوم مسار بتظل فترة إيجابية أهمش ما تتخذش فيها قرارات حاسمة انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من ساعات الصباح طبعا الأجوار رح تتغير لأنه القمر رح ينتقل لبيت السمعة بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن قدم أفضل المستطاع حاول أنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغانر زي ما حكينا يعني أي شيء بشوه السمعة ابعد عنه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زالت الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم الأموال المشتركة حاولوا أنك تخففوا من النفقات قدر المستطاع ما زالت الأجواء عليها علامة استفهام حاول صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية أو مراجعات طبية أو أدوية برضو الأمور ممكن تدخل بنقاش أو حوار مالي خلال هذا اليوم الأجواء كلها ممكن تكون يعني تحطك تحت ضغط مالي أو محاسبيا حاول أنك تكون مهيئ لهذا الموضوع وفي نفس اللحظة ابعد عن المصاريف الزيادة والمغامرات المالية وما تتخذ أي قرارات حاسمة في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تنشغله في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الحوارات مع الأجانب فترة مناسبة لإجتياز مقابلة أو إجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل جديد أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع يعني رح تناقش بقوة أكيد وذكاء وتتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك الأجواء داعمة لإلك حاول أنك تثق بنفسك أكثر ما تخشى شيء فترة مناسبة لخط تجربة جديدة مع موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر أو التفكير في موضوع سفر لاحق في فترة قادمة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفي مازال القمر موجود مقابلكم عشان هيك طاقتكم لسه حاسين أنه فيها ضعف سوء تفاهم بينكم وبين شركاكم بين الأزواج نقاش حوار شغلاتهاي حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عن هاي النقاشات خلي فيه طريق التعامل مشترك ما بينكم بشكل إيجابي اتفهموا وجهة نظرهم بكون الأجواء جيدة وإيجابية أهم شيء انكم تبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان وتنتبهوا لبعض التقلبات الصحية من ساعات الصباح ابتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن أعمالك تجد إنها بتلاقي صدى طيب لدى الأطراف الأخرى ممكن تهتم بموضوع العلاقة ببنك ضريبة تأمين أهم شيء إنك ما تتكاسل اليوم بالعمل سارع لعملك دون مماطلة دون أعذار على أساس إنه ما يتسجل عليك نقاط وتنحسب ضدك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء